أسرع في الإبحار قبل البدء في تنفيذ الاتفاق جملة طالما كررها عدد كبير ممن كانوا مترددين في اختيار توقيت الهجرة بشكل غير نظامي نحو إيطاليا فبمجرد توقيع الاتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلقة بملف الهجرة تضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين من تونس نحو إيطاليا من سبعة عشر ألفا إلى ما يقرب ثلاثين ألفا في أسبوع قليلا يعني هناك ثلاثة أسباب أولا نحن في ذروة الهجرة غير النظامية وثانيا هناك نقص في اللوجستيك في تونس وهذا اللوجستيك تم وعده من طرف الاتحاد الأوروبي وصل منه القليل وثالثا نجد أن الاتفاقية التي عقدها تونس مع الاتحاد الأوروبي لحد الآن لم نجد لها متابعة ويرى خبراءنا أن عوامل أخرى تساهم في تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين رغم الاتفاق التونسي الأوروبي الاتفاق لا يدخل حيث تنفيذ ما بين تونس والاتحاد الأوروبي لكن سيدخل بعد تقريبا شهرين أو ثلاث أشهر منذ هذه اللحظة لأن الاتفاق يتخذ بعض الوقت من أجل تفعيله وإيطاليا ستتعتمد هذا الجانب الأمني في طرد كل مهاجر ليحمل وثاق وقد وقعت تونس منتصف يوليو الماضي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تنص على مساعدات مالية تناهز المليار يورو مقابل ضبط وتأمين الحدود البحرية ومنع الهجرة غير النظامية من تونس نحو إيطاليا علاوة على الأسباب المعروفة للهجرة غير النظامية سواء من أفريقيا جنوب الصحراء أو شمال أفريقيا فإن المخاوف تتزايد من تعمق الأزمات السياسية في دول الساحل والصحراء على غرار النيجر أزمات إذا تعقدت أكثر فإنها قد تشكل عاملا آخر يزيد أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير سيف الدين العامري سكاي نيوز عربية تونس ترجمة نانسي قنقر